السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب جيم للصف الاول اعدادي. الترمي التاني العام الدراسي عشرين اربعة وعشرين الواحدة العشرة يونيت تاني ان شاء الله من كتاب جيم الترمي التاني. بس في سؤال في صفحة مئة وعشرين. الفيديو فصل وانا بحله. له سؤال الستاشر. انا بحب التنس جدا جدا. لذلك انا اريد ان يكون لدي حصص تنس. يبقى هاف لاجابة لطرقية. الواحدة العشرة بعنوان مرحبا بك في موطني او منزلي. الدرس الاول والتاني. اه صفحة مية تسعة وتلاتين. السؤال الاول. مصنوع من المعدن. دريس فستان. نايف سكين. بك كتاب جاكت جاكت. يبقى نايف سكين لاجابة لطر بي. السؤال الساني. اه شابيك السيارة مصنوعة من ايه? بلاستيك بلاستيك. ساندري مال ستون حجارة وجلس زجاج جلس زجاج اللي جابت دي. سؤال الثالث نحن نستخدم يعشها بيك حتى نجعل ضوء الشمس بالخارج كرتينز ستاير كوشنز مخدات سكورفز اه وشاح وتيسبونز يعني ملاعق شاي يبقى هنا كرتينز ستاير اللي جابت ايه. السؤال الرابع ازا ديسك سبيس هل بسمي ستادي ات نايت ايه في المكتب بيساعدني ان انا اذاكر بالليل اه لام حمل لام بلمبة اوفن فورن تاب صنبورة او حنفية يبقى لام بلمبة الاجابة لتر بي. السؤال الخامس سبيس ار يوزد تو كوك فود او ميك بريد يستخدم لطبخ الطعام او صناعة الخبز فريتجي ستالاجات تابس حنفيات تيفيز تلفزيونات ووفنز افران يبقى اوفنز افران الاجابة لتر دي. السؤال السادس ويشوت بوت سبيس ان زابينز يعني بغى علينا ان نضع ايه في سلات الكمامة روكتس سواريخ ماني اه ماني مال وي رابش كمامة وانفورميشن معلومات يبقى رابش كمامة الاجابة لتر سي السؤال السابع من الويس كيب زير ماني ان اه الرجال دايما بيحافزوا على ما لابسه على مالهم فيه روف صقف والد اللي هي محفظة جامبر جامبر اللي هو بلوفر ويتو يعني لعبة يبقى هنا والد الاجابة لتر بي محفظة باقي ان شاء الله سؤال الثامن هذه الكنبة عليها ايه لين او ناعم شرت سكمسان كوشنز وسائد او مخداد جامبر اللي هي بلوفرات ويتو كرتنز الستار يبقى كوشنز وسائد اللي جابة لتربية سؤال التاسع هو اعلى حاجة في المنزل والحائد بدروم ورفة النوم اوفن فورن روف صقف ايبقى روف صقف لجابة لتر دية السؤال العاشر ماي سكارف از ميد اوف الوشاح الخاص بي مصنوع من بلاستيك بلاستيك وود خشب مثل معدن كوتون قطن ايبقى كوتون قطن لجابة لتر دية السؤال 11 يمكننا ان نكتشف المكان باستخدام الخريطة نحن نشاهد التلفاز فيه غرفة المحيشة اللي جابة لتر ايه سؤال 13 هي ترتدي ايه طويل على راسها سكارف وشاح جامبر بلوفر وكرتن سطارة وكوشن مخدة يبقى سكارف وشاح اللي جابة لتر ايه السؤال 14 يمكنك ان تشغل ايه حتى تحصل على المياه تاب صنبور تب نصيحة تيب شريط لاصق وهنا تيوب يعني انبوبة يبقى تاب صنبور لتر ايه السؤال 15 السيارات الغالية ابقى قاعدها مصنوعة من ايه لذر جلد ود خشب متل معدن بلاستيك بلاستيك يبقى لذر جلد الايجابة لتر ايه سؤال 16 نحن نستخدم ايه لك انه لقلب السكر والشاي يبقى تي سبون ملعقة والد محفظة نايف سكين باك حقيبة يبقى تي سبون ملعقة الشاي الايجابة لتر ايه بقى كده صفحة 143 من الواحدة العشرة الدرس الاول والثاني السؤال الاول كوشنز سبيس اوف كوتن كوشنز يعني الوسائد جمع يبقى تاخد ار مت بتصنع من الكوتن اللي جابة لتر سيه السؤال الثاني هل يوجد اي طابعات في السؤال بستخدم ايه يبقى اني بتجي في السؤال اللي جابة لتر ديه صم بتجي في الجملة الخبرية وفي سؤال عرض والطلب ماتش بيجي بعدها اسم غير معدود وبرينترز معدود وليتل بيجي بعدها اسم غير معدود وبرينترز معدود السؤال الثالث كرتينز ار سبيس اوف وول الساتير مصنوعة من الصوف هنا ار موجودة بيجيب التصريف الثالث من ماك يبقى ميد السؤال الرابع سبيس لوتس اوف كويسشن اون زا كويش هنا كثير من الاسئلة في الاختبار القصير زير وير تمام وير زير مش هتنفع لانها سؤال وزير مش هتنفع لانها سؤال برضو وهنا زير ووز مع المفرد وي لوتس اوف كوششن جامع يبقى هنا زير وير كان يوجد كثير من الاسئلة في الاختبار السؤال الخامس في سنة الفين وثمانين هنا ستبقى السيارات التي تقوم بدون صحيح تكون امن ولن يوجد اي حوادث نستخدم ايني عشان فيه تنفي لان ايني بتيجي في الجملة المنفية سن بتيجي في الجملة المثبتة مش هتنفع وان بتيجي معاها مفرد واكسدينتز جامع وان بتيجي برضو معاها مفرد واكسدينتز جامع بقى كده السؤال السادس السادس مست ويندوز سبيس ميد اوف غلاس ويندوز جامع فتاخد ار موازم اشابيك مصنوعة من الزجاج الاجابة لترسيه السؤال السابع كان ايهاف سبيس كب اوف تي بليز هل يمكني ان اخذ فين جانب من الشاي لو سمحت اللحظ هنا كب مفرد فتاخد اي عشان بقدقى بحرف ساكن ان مش هتنفع لان بتبدأ بحرف متحرك اني بيجي بعدها جامع وصمي بيجي بعدها جامع السؤال الثامن ان زير اس بيس اني سينيماس هندردس اوف ييرز اجو اللحظ هنا في اني فعايز انا في كده هنا ووز مثبتة مش هتنفع ووز انت نفي دمام وير برضو مثبتة مش هتنفع وير انت من فيها تمام هنا اللحظ هنا سينيماس جامع اخرها اس يبقى وير انت عشان وير انت بتيجي مع الجامع السؤال التاسع السؤال التاسع من اي شيء مصنوع الحزاء اللي جابها لتربية السؤال العاشر لم اشاهد اسود عندما كنت في نيجيريا اراحز هنا في كلمة haven't لاني بتيجي في الجملة المنفية السؤال الاول الكتب مصنوعة من الورق واختنا اوف لان المادة لم تتغير المفرد المفرد مصنوعة من الزجاجي مصنوعة من الزجاجي المفرد المفرد السؤال السؤال الرابع السؤال السؤال لا أخطيب العطلة الأسبوع لا يوجد أي خطط لعطلة الأسبوع لن نفع هذا أليس لديه لن نحتاج يبقى لاحظة لديه خطط لعطلة الأسبوع ثم يوجد عندي ماذا هو التراوزر؟ يبقى ترغب مازال سوف نفع الصفحة ثم نفع الثالث هناك سؤال الثالث هنا ارينت نافي في بدل سامة هتبقى ايني شكرا سوالي يونيك تين السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل كتاب جيم للصف الاول الاعدادي الترمي التاني نعمل الدراسة عشرين اربعة وعشرين يونيك تين الدرس التالة والرابع اللي هو صفحة مئة اربعة وخمسين سؤال الاول الصندوق ايه وصلب للرفع يعني مجهول يعني سقيل لايت خفيف ايه زي سهل سقيل ايجابة لطر اه بي السؤال الثاني يمكننا نستمع الى ايه على الهاتب بتاعتنا او الكمبيوترات يبقى بودكاست بس صوتي السؤال الثالث بتساعدنا على انتاج الكهرباء يبقى الواحد الطاقة الشمسية لاجابة لطر بي السؤال الرابع ازا كار ستوب دوركينج وي دونت نوو واتو دو هنا صادل لي فجأة السيارة توقفت على العمل ولا نستطيع ولا نعرف ماذا نفعل اجابة لطر ايه السؤال الخامس اكليفر سبيز دزاين ديزيز وندرفول بلدن يبقى اركيتكت المهندس المعماري الماهر قوى بتصميم هذا المبنى الراعي لاجابة لطر دي السؤال السادس كارز زات هاف نو درايفرز ار كولد سبيز كارز السيارات التي ليس لديها سائقي بتسمى درايفر ليس كارز سيارات بدون سائق لاجابة لطر دي السؤال السابع سبيز بيبل كان ستيل دو جريت سينجس اه ما زالوا يمكنهم ان يقوموا بعمل اشياء اه اشياء اه جيدة هنا ارديناري يعني عادي ويباد يعني سيء وانقينت غير طيب وهيفي يعني ساقيه لبان ارديناري الاجابة لطر ايه بعد كده السؤال السامن اه كارز ساني واحدة اه كارز دونت يوز السيارات الكهربية لتستخدم البترول للبترول اجابة لطر دي او البنزين السؤال التاسع هذا شكل دائري باداية شكل ايه سيركل دائرة الاجابة لطر ايه وشكل كراوي يبايد دائرة كان يوجد ايه على الطريق النهاردة ولكن لم يموت احد يبا كان موجود حادثة اكسيدنت اللي جابة لطر ايه بعض المنازل سقطت على الارض بعد الزلزال السؤال ال 12 welcome space my home it's your second home مرحبا بك في منزلي انه بيتك الثاني يبقى هنا welcome to الاجابة لطر بيه السؤال ال 13 the mobile battery is empty i need بطارية الهاتف فارغة i need charger احتاج الى شاحل ايجابة لطر بيه السؤال ال 14 when space use the wind to reduce electricity يبقى wind turbines اللي هي توربينات الهواء تنتج القارباء لجابة لطر ايه السؤال ال 15 the space is a machine that can fly but it doesn't have pilot هي عبارة عن طيارة او مكينة يمكنها ان تطير بدون طائر يبقى drone اللي هي طائرة بدون طيار لجابة لطر دي السؤال ال 16 space predictions can help us prepare for the future هنا معناها ان عمل توقعات بيساعدنا في المستقبل making predictions الاجابة لطر بيه بعد كده صفحة 156 ان شاء الله السؤال الاول we will always base a driverless car in 2080 نحن كلنا سوف نمتلك سيارة بدون قائد او بدون سائق في عام الفين وتمانين والبي يجي بعدها فعل في المصدر تبقى have الاجابة لطر سي بعد كده السؤال الثاني i think we space more robots in our school in 2050 اعتقد هنا اعتقاد يبقى بستخدم ويليو سوف نستخدم كثير من الانسان الالي في مدرستنا في عام الفين وخمسين لجابة لطر بيه السؤال الثالث in the future في المستقبل there is space be a lot of solar panels سوف يكون هناك كثير من الواحة الطاقة الشمسية يبقى zero will be لاجابة لطر دي لانه توقع دون دليل جونجي بلازم قبلها يقام يا ايزي ار وبعدها توفعل في المصدر فمش هتنفى السؤال الرابع what will the houses is based like in the future هنا will موجودة وجايب بعدها الفاعل يبقى هنا فاعل في المصدر يبقى لطر لجابة لطر ايه كيف تبدو المنازل فيها المستقبل لجابة لطر ايه السؤال الخامس will there is based electric cars in the future will موجودة وبعد كده زير هجب فاعل في المصدر يبقى لجابة لطر بي will there be electric cars in the future هل سوف تكون هناك سيارات كاربائية في المستقبل السؤال السادس my parents is based let me stay up late on school tonight they think it is bad is a bad thing والدي لم يسمحوا لي او لن يسمحوني ان انا صار لوقت متاخر في الليلة المدرسة الليلة اللي تصبك المدرسة يعني they think it is bad thing تعتقدون انه شيء سيء بلن يسمح السؤال السابع when will you will موجودة وبعدها فاعل فاجب فاعل في المصدر اللي هي play اللي جابة لتر ايه when will you play football with me متى سوف تلعب كرة قدم معي بعد كده السؤال السامن i hope we is based to the moon in the future انا هتمنى ان احنا نذهب الى القمر في المستقبل هتبقى will go لان بتيجي مع hope will going to محتاجة msr قبلية ودي مش موجودة السؤال التاسع is based learning a new language next year next موجودة هنا يبقى كده زمن المستقبل هنا المستقبل الموحيد اللي موجود في المستقبل will start الاجابة لتر سي will start ماضي مستمر start مضارع بسيط وstart ماضي بسيط يبقى will start عشان كلمة next year يبقى will start learning a new language next year انا سوف ابدأ في تعلم لغة جديدة العام القادم السؤال عشر tomorrow is based travel to London tomorrow tomorrow بتدل على المستقبل يبقى will الاجابة letter b is مضارع هازم ودارع ووزمودي بعد كده سيرة التصحيح في صفحة مية ستة وخمسين السؤال الاول you will help me وفي الاخر coach mark كبه انا هجيب will في الاول وبعد كده you يبقى will you help me هل سوف تساعدني houses for the future are different to two hours today in the future او future مستقبل بتتكلم على المستقبل فهستخدم will وبتوقع شيء بدون دليل يبقى will وفعل في المصدر ارع خليها في المصدر تبقى will be يبقى المنازل في المستقبل سوف تتأخذ سوف تكون مختلفة عن ما لنا هذه الايام i think it will rain tomorrow will be بعدها فعل في المصدر فهتبقى rain بس بدون اضافات السؤال الرابع how are people get their electricity in the future in the future بتدل على المستقبل فهستخدم will بعد كده فعل في المصدر يبقى how will be people get ها will people get their electricity in the future مش محتاج بي خالص يبقى will people get their electricity in the future تمام كده بقت will هي اللي موجودة في السؤال و r دي مش موجودة خالص السؤال الخامس what will life هنا what will life بين هرجح المصدر تبقى b عشان دي فعل بقينور معذرة اندو مش ده ده في اللي تحت يبقى what will life be كيف ستكون بوصف الحالة what will life be like in the future كيف ستكون الحالة في المستقبل حياة الدنيا يعني في المستقبل السؤال السادس the train will taking هتبقى will take بس لان will be بعدها بس عشان take b بعدها فعل شكرا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل كتاب جم للصفة الاول العدادة الترم الثاني العام الدراسي 20 24 11 10 الدرس الخمس والسادس ان شاء الله صفحة 165 السؤال الاول he is a famous writer because he has his best ideas هو كاتب مشهور لانه عنده افكار مبداعة يبقى creative الاجابة letter d busy مشغول فاصل السريع expensive غالي السؤال الثاني he is based to buy a new car after he had had money هو انه يشتري سيارة جديدة بعد ان اصبح لديه مال هو قرر ذلك he was decided الاجابة letter b السؤال الثالث is based means using the mind to think creatively هي دمعناها ان انت بتستخدم العقل عشان تفكر بابداع يبقى ديات فيها تخيل imagination الاجابة letter c بعد كده السؤال الرابع remember important space that happened in their lives الناس بتتذكر الاحداث الهامة اللي حدث لهم في حياتهم يبقى ايفنس لاجابة letter b السؤال الخامس the teacher is based the mass problem very well المدرس شرح يبقى المسال الرياضية بشكل جيد يبقى اكس بلند اللي جابة letter a السؤال السادس the sleep to win the game اللاعب الكوة بيتمنى انه يكسب المباراة هنا hopes اللي جابة letter c السؤال السابع is based on to the table to get the food هنا القطة هنا يبقى ايه على الترابيزة حتى تحصل على الطعام يبقى هنا climate اللي تصل لقت اللي جابة letter c بعد كده السؤال السابع is based shows the different parts of flower هو user الاشياء المختلفة او الاجزاء المختلفة للزهرة diagram رسم التوضيح اللي جابة letter b السؤال التاسع محمد صلاح one's a space champion league with liverpool محمد صلاح كسب دور الابطال اوروبي في مع liverpool اللي بقى يوريبيان اللي جابة letter b هنمليش فكرة قوي سؤال عشر have you got any space about how to build a new house have you got any هل لديك آيه عن بناء منزل جديد هل لديك افكار هنا بناء منزل جديد هل لديك ايا كزا عن كيف آه ابني منزل جديد لا خلاص ما تايريا لازم مش مواد كمنا عشان هنا قال كيف مش هل لديك اي مواد عن كيف أبني منزل جديد بإيدياز لأفكار هل لديك أفكار عن كيف أبني منزل جديد الإجابة لتر إيدياز السؤال 11 مستر وليد علمنا إزاي نحن نخطط بشكل مبدع عن كتابة مهمة الإجابة لتر إي السؤال 12 في المستقبل في المستقبل في المستقبل عندنا سيارات طائرة يمكن أن تطير أو تسافر في الهواء الإجابة لتر بي السؤال 13 أنا عملت إيه لإزهاب إلى إزهاب الحديقة العامة مع أصدقائي اليومي بديت كده عملت خطة لإجابة لتر بي السؤال 14 هذا الشيرت القميس إلى حد ما صغير إحتاج إلى حجم أكبر برايس جايزة بالسؤال الخمستاشر وبرايس جايزة وبلان خطة السؤال الخمستاشر أوصف المنزل بتاعك بتفصيلي بإن دي تيل إجابة لتر دي برايس جايزة